مراسلنا مناث الموسوي من داخل أروقة شارع المتنبي لك الصوت الصورة يا مناث نعم زميلي علي الخالدي صباح الخير لك وصباح الخير لكل مشاهدي قناة العراقية صباح الفرح الغامر تغيب الشمس عن العراق ولكن هناك شمس لا تغيب نهائيا وهي شمس انتصارات قواتنا الأمنية والحشد الشعبي هم أبطالنا هم جنودنا المدافعين عن العراق وعن أراضيه نعم فعاليات متنوعة وعديدة في شارع المتنبي اليوم أكاديميين مثقفين فنانين أدباء شعراء من مختلف الشرائح ومن مختلف أطياف ومكونات الشعب العراق اليوم هم فرحون بالانتصارات التي تحققت وخاصة الأخبار تقدمات قواتنا الأمنية والحسم يوم أمس ومن ضمن هذه الفعاليات العديدة كانت هناك لوحة تكتب عليها كلمات الانتصار كلمات الشكر والثناء لقواتنا الأمنية لنقرأ بعض هذه العبارات التي سطرها المواطنون اليوم هلا بيهم هلا بيهم هلا بشهقة سراقيهم أريد أمشي وأصادقهم وبوسا خد بنادقهم وشد قلبي على رجليهم مبارك نصركم كانت هذه إحدى العبارات التي خطها المواطنون اليوم صاحب هذه اللوحة نعم أحمد السلام عليكم انطلاقا من مقولة الشاعر محمد مهدي الجواهري ليشهد العالم أن عين العراق لن تنكسر هو كان جواهري ما يقول العراق يقول العراق يرفع العين يقول قلبي ما ينطيني يكسر العين أحب أن أرفع العين أرفع عين العراق طبعا اليوم الشعب العراقي بأجمعه انتصر على أكبر عصابة منظمة بالعالم أكبر عصابة لها تنظيم لها تنظيم انتصرنا عليه طبعا الحمد لله نهني الشعب العراقي أجمع اليوم أحنا شعب واحد من شماله إلى جنوبه أمه وحده هذا الانتصار يحتسب إلى مراجعنا العظام إلى الكلمة والفتوى التي وحدت المجتمع العراقي وحدت الصفوف جمعت كل طوائف العراق نهن الشعب العراقي أجمع طبعا قبل شوية سمعت أخ المذيع يقول خلصنا احنا انتهينا من الجهاد الأصغر وعلينا بالجهاد الأكبر اللي هو بناء والترميم طبعا البناء والترميم هو من مخرجات الحروب وين صفحة الحروب مع داعش وإن شاء الله صفحة جديدة هي صفحة البناء والأعمار البناء والأعمار أنا أشوفها من وجهة نظري هذه من مخرجات الحروب أي حرب هي من مخرجات هل لازم إحنا أكوفة خراب لازم إحنا نعمر لكن الجهاد الأكبر بوجهة نظري هي كيفية صنع منهج نقدر نمحي به الفكر الخرافي اللي زرعه داعش شون راح نقدر نمحي هذا الفكر إن شاء الله إحنا قادرين بسواعدكم بسواعد الأخوة المثقفين إن شاء الله بسواعد الشعب العراقي بتلاحمة إن شاء الله إحنا تفهمنا شنو يريد الدول اللي تعادي المجتمع العراقي شنو تريد من العراق شنو غايتها من العراق الشعب العراقي تفهم هذا الموقف إن شاء الله إحنا انتصرنا فكريا انتصرنا عسكريا ولو هو الانتصار العسكري هذا ما يعتبر الانتصار الأقوى الانتصار الأقوى إن شاء الله هو الانتصار الفكر إن شاء الله فكرنا هو المنتصر نعم أحمد كلمة أخيرة توجهها للقوات الأمنية أريد رأيك منذ بداية انطلاق العمليات العسكرية لحد الآن رأيك بأداء القوات الأمنية اللي كانت أكو إشادات ليس فقط داخلية فقط وإنما يعني من خلال دول وشخصيات سياسية كبرى حول العالم أشادة بأداء قواتنا الأمنية العراقي طبعا الحمد لله وشكر إحنا كشعب عراقي صارت عندنا اكتسبنا فالثقة كلش قوية بجيشنا العراقي بأخواننا الحشيد بحيث تصورنا إحنا وهذا الشي إحنا متأكدين من عنده طبعا هو الصحيح أقوى جيش حاليا بالشرق الأوسط هو الجيش العراقي وهذا الشي أثبته باعتبار أني بارحة خليت مقارنة بين ما خاضت جيوش العراقية مرور الأزمان كلها من معارك مع هذه المعركة فردت تقارن بين الجيوش هذه ياه اللي أثبت هو أقوى أو أشجع ياه جيش أقوى هذا الجيوش اللي مثلا اللي حاربت بهذا القرن العشرين اللي بالاثمانينات وبالتسعينات لهذا الجيش مثلا باعتبار هذا حارب شوارع صارت فياه الأقوى وأكيد هذا الجيش هو أثبت بأنه قد هذه المسؤولية والحمد لله على كل حال وإن شاء الله يرحم شهدانا الأبطال وأخواننا المجاهدين وإن شاء الله يثبتهم على الدين وعلى نصرة الشعب نعم زميلي علي أكرر شكر لقواتنا الأمنية أقول لهم أنتم حصن العراق المنيع دائما كما يقال لكم وللحجد الشعبي المقدس أقول لهم كنتم فزعة وطن وخير فزعة كنتم شكرا جزيلا للجميع وهذه الكلمة والصورة لك يا زميلي علي شكرا مناف على المشاعر التي هي مشاعر عراقية حقيقية ربما الكلمات والثناء والشكر لا تكفي لمنح أولا الأبطال يحتاجون إلى أوسمة